السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معايا في قناتي اكنا بالمصري ان شاء الله النهاردة هعمل قرس السمسم اللي محشية بالزكر طريقتها سهلة جدا وبسيطة والنتيجة بتاعتها ان شاء الله هتكون ممتازة جدا معاكم يلا بنا نشوف الطريقة والمقدير ونقول بسم الله لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو اشتراك في القناة اللي بيشوفها الاول مرة علشان بإذن الله تكبر وتستمر دايما بتشجعكم انا هستعمل كيلو من الدقيق وبضيف له كيس من الخميرة الفورية نقدر نستخدم اي نوع احنا بنفضله لكن انا بستخدم دريم النوع ده كويس قوي ويديلي نتيجة ممتازة هستعمل الكيس كله هو مقداره معلقتين تقريبا وزنه 12 جرام احنا هنفضي الكيس كله على الدقيق وهنضف له نص كباية من السكر يعني تقريبا اربع معالق كبار من السكر اللي هي معلقة الاكل هضيف برضو معي الدقيق معلقة صغيرة من الملح هقلب المكونات كلها مع بعض بعد كده هضيف 3 تربع كباية من الزيت لو حبينا ان احنا نستخدم نص كيلو من الدقيق هنقسم باقي المقادير كلها يعني هنستخدم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ونص معلقة من الملح وهنستخدم معلقتين كبار من السكر وهنستخدم تلت كباية من الزيت تقريبا هخلط الزيت مع الدقيق يعني هنعمل عملية تبس كده لكن خفيفة مش هنبس الديق قوي هو مش محتاج ان هو يتبس جامل مجرد بس ما نخلط الزيت هنضيف المقدار بتاع المية وانا هستعمل مية دافية المقدار اللي هستعمله من المية هو تقريبا 3 كبايات طبعا المقدار ده بيختلف من نوع دقيق للتاني لكن ما نحاولش ان احنا نضيف كمية المية كلها مرة واحدة لان ممكن ما تحتاجوش غير كبايتين ونص بس لان الكباية اللي انا مستعملها دي مش كبيرة قوي يعني حجمها مش كبير فهنحاول ان احنا نستخدم في البداية كبايتين بس من المية الدافية وهنضفهم بالتدريج لحد العجينة ما تلم معانا انا ضفت الكمية بتاعت المية لان انا حفظة الكمية اللي انا بقى استعملها وهبتدي ان انا اعجن كويس قوي طبعا العجينة علشان تطلع ممتازة لازم نخدمها لمدة كويسة يعني نعجنها لمدة كويسة بتتراوح ما بين 7 ل 8 دقايق الفترة دي بنعجن عجن متواصل طبعا العجينة معايا طرية شوية لكن انا لسه هكمل على الرخامة برش رشة دقيق بسيطة ملاحظين طبعا ان العجينة معايا ملزقة شوية دلوقتي هتبقى كويسة من رشة الديق دي يعني هتجمت شوية ولو صادف ان مقدار الميا زاد منكم وانتو بتعجنوها برضو هترش رشة دقيق على الرخامة وهتلموا العجينة بالطريقة دي لكن المهم من العجينة تبقى نعمة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده هبتدي ان انا اقطعها على طول احنا مش هسيبها تخمر في البداية خالص هنقطعها طبعا بالحجم اللي احنا بنفضله انا هعمل قرصة حجمها كبير شوية نقدر ان احنا نعمل حجم صغير لو حبينا بس العدد طبعا هيكون زيادة فعلشان نوفر الوقت ممكن احنا نكبر حجم القرصة شوية بنحاول احنا نقطعها بالسكينة او بالقطع بعد كده هنبتدي ان احنا نلمها على شكل كور بعد ما نخلص التقطيع كله طبعا العجينة علشان تديني نتيجة كويسة بعد ما قطعها ضروري ان انا اغطيها لان الوش بتاعها ممكن ينشف لما اجي افردها بعد كده مش هتديني نتيجة كويسة وهتبقى مشققة من على الوش ففي البداية بنلم العجينة كده على شكل كورة يعني بحاول ان انا اجمعها على شكل كورة وبعد كده برصها جنب بعض مش محتاجة وقت كبير مجرد عشر دقايق بس العجينة ترتاح هنبتدي بعد كده نعمل لها الحشو بتاعها المدة دي اللي هي العشر دقايق بتساعد ان انا افردها كويس لو استعملت الحشو على طول مش هتفرد معايا وهتبقى بيتلم وهتبقى فيها صعوبة شوي فانحاول نسيب العجينة ترتاح المدة البسيطة دي يعني عشر دقايق او ربع ساعة مش اكتر من كده بعد كده هنحضر الحشو طبعا الحشو عبارة عن سكر واضافة كمان معاه عبارة عن دقيق ابيض او دقيق السميد اللي هو دقيق بتاع البسبوسة في ناس طبعا كتير ما بتعرفش يعني ايه دقيق سميد الدقيق الابيض او دقيق السميد اضافته مع السكر ده بيحافظ على السكر ان هو ما يسحش جامد جوه القرص طبعا هي بتدخل الفرن فالسكر بيدوب تماما لكن الدقيق ده بيحافظ عليها انا دلوقتي غطيت القرص بعد ما شكلتها عشر دقايق وهبتدي بعد كده اعمل الحشو اللي هو السكر زي ما قولنا وضروري نستعمل السكر الخشن يعني لو عندنا سكر ناعم قوي مش هيدينا نتيجة كويسة المقدار ده بياخد حوالي كباية ونص من السكر هضف لهم 4 او 5 معالق كبار من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة او الدقيق الابيض الدقيق ده زي ما قولنا هيحافظ على السكر ان هو ما يدوبش قوي مع العجينة ونبتدي بعد كده نفرد القرص ونحط له حشو السكر لو ما بتعرفيش تفرديها غير على الرخامة يبقى هتبطتيها بالشكل ده وبعد كده تحط لها معلقة او معلقتين من السكر لكن كمية المعلقتين افضل بكتير النتيجة بتاعتها بتكون كويسة وطعم السكر باين فيها بعد كده بنقفل عليها بالطريقة دي ما بنحاولش ان احنا نفرد القرصة بمساحة كبيرة قوي يعني مجرد بس منبطتها خفيف بعد كده بنلمها على السكر انا دايما بعملها على ايدي كده افضل بكتير من ان انا افردها على الرخامة يعني بحاول ان انا بصوابع الايد افرد الحروف بتاعتها بطريقة سريعة قوي بحط حشو السكر وبقفل عليها لكن المهم ان احنا زي ما قولت نقفل كويس قوي ما نحاولش نسيب فتحة في الحرف بتاع العجينة علشان السكر طبعا اول ما بيدخل الفرن بيدوب فما يطلعش من العجينة ويلزق في الصاج او في الصانية اللي احنا هنستعمله فلازم نقفل القرصة من تحت بطريقة كويسة جدا العجينة لو لاحزنا ان هي مثلا بتلزق شوية او عايزين نفردها بطريقة اسرع بنعفر صوابعنا بالدقيق بالشكل ده يعني بنخلي كمية بسيطة بندي ايه جنبنا وبندهن ايدينا بالدقيق مجرد بس رشة بسيطة كده ونبتدي ان احنا نفردها بالشكل ده الطريقة دي اسهل واسرع بكتير قوي من ان انا افردها على الرخامة مجرد بس ان انا استعمل الصوابع بتاعت الايد وبفرد القرصة بمساحة بسيطة كده بحط السكر وبقفل عليها كويس طبعا احنا لسه بعد كده هنفردها تاني علشان كده احنا مش عايزين نرقق العجينة قوي واحنا بنحط لها حشو السكر يعني زي ما حضراتكم شايفين انا فردتها بمساحة بسيطة زي ما قلت لكن العجينة برضو تخينة لان لما هنقفل عليها كده ونيجي نفرد اخر خطوة بتاخد المساحة بتاعتها من غير ما تبقى رؤياها قوي والسكر يطلع من على الوش بتاعتها او ممكن كمان ان هو يبان من تحت ويلزق في الصينية برضو زي ما قلت لو الشكل مش متساوي قوي بحاول ان انا ألفه على الرخامة بحطه بين صوابع الايد او بين كف الايد وبلفه بالشكل ده القرصة بتبقى متساوية وبتديني شكل مدور ومزبوط جدا بالنسبة برضو للحشو يعني في كتير مننا بيفضل يحط اضافات تانية مع السكر زي القرفة زي السوداني المطحون زي جوز الهند دي اضافات طبعا بتدي طعم كويس اول اللي بيفضلها كده انا خلصت الحشو كله هغطيها وهسيب القرص لمدة نص ساعة كمان وهنيجي بعد كده الاخر خطوة ان احنا هنفرد القرص ونضف لها طبقة السمسم لكن انا هعمل الخطوتين دول في خطوة واحدة بحط السمسم في طبق واسع بالشكل ده وباخد القرصة بحطها على وشها على السمسم ولو انا مش عايزها تلزق في ايدي برضو بعفر ايدي بالدقيق وبضغط عليها وهي على السمسم بالطريقة دي القرص بتفرد وبتاخد طبقة السمسم مرة واحدة ودي طريقة سريعة قوي بيستخدمها العامل في الفرن علشان يوفر وقت مش لسه هيفرد القرصة بعد كده اضف لها سمسم وبعدين هيبقى صعبة قوي بعد ما تفردت ان احنا نرش عليها السمسم ويثبت طبعا لكن بالضغط ده السمسم بيمسك في العجينة وبيثبت عليها برضو في اضافة كمان علشان لو حبينا ان احنا نسبت السمسم وما يقعش على القرص بعد ما تستوي بنحط معلقة سكر للسمسم ويفضل طبعا ان احنا نستخدم السمسم الابيض لكن انا ما كانش عندي غير السمسم اللي هو لونه دهبي ده فاستعملته عادي مفيش مشكلة لكن السمسم الابيض بيتحمل طبعا درجة الحرارة وبيدينا نتيجة احسن بكتير كده انا خلصت كمية زي ما حضرتكم شايفين بالطريقة البسيطة دي ولو الكمية بتاعت السمسم طبعا قلت بنضيف كل شوية معلقة في الطبق الواسع اللي احنا بنستعمله وبنكمل باقي القرص بنفس الطريقة مجرد بس ان انا اضغط عليها بيمسك فيها السمسم لو حبيت ان انا اسبته زيادة برضو بعد ما بحط القرصة في الصاج او في الصانية برضو بضغط عليها ضغطة بسيطة جدا بصوابع اليد وبعد ما بنرسل الصاج الاول بنسيبه يخمر لمدة ساعة بعد كده بندخلوا الفرن لو هستعمل فرن البتجاز بشغلوا على اعلى درجة النار من تحت بس وبحط الصاج او الصانية على الراف اللي في النص والقرص بتقعد لمدة تلت ساعة مش اكتر من كده بتستوي من تحت وبتاخد لون دهبي فممكن اطفئ النار وشغل الشواية لكن لو الفرن عندي ادها لون دهبي من فوق ومن تحت طبعا بيكون التسوية كده احسن بكتير لو هنستعمل فرن الكهرباء بنزبط درجة الحرارة على متين وبرضو بنشغل النار فوق وتحت وبنحط القرص على الراف اللي في النص التسوية مظبوطة جدا زي ما حضراتكم شايفين لكن مش هنحاول ان احنا نسيبها في الفرن وقت كبير علشان طبعا القرص بتنشف وبنحس ان هي مجلدة شوية فالتسوية هنا مهمة جدا لان العجينة ممكن تكون مظبوطة لكن التسوية تبوز النتيجة فنخلي بالنا من مدة التسوية في الفرن كمان لما انطلحها ضروري ان احنا نغطيها علشان ما تنشافش بسرعة ده الحشو من جوة زي ما حضراتكم شايفين دايما لما بنشتريها بنلاقي فيها فراخ كده علشان هي مفهاجة غير السكر بس لكن لو ضفنالها جوز هند مع السكر بيدي طعم حلو قوي وكمان بيدي ريحة كميلة جدا للقرص وهي بتستوي الطريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما حضراتكم شفته القرص هشة جدا وطعم وريحة مفيش احلى من كده ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم وهتشوفوا النتيجة بنفسكم ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش لايك السلام عليكم ورحمة الله